وهو خبر يبدو كأنه غريب أن يكون في هذا الوقت بالذات ولكن هذه هي البراجماتية الأنبلوسكسونية هذا الخبر ظهر في الحقيقة أمس وأنا عندما قرأت تفاجأتي قليلاً ولكن قلت هذه البراجماتية ظهر أولاً أمس على لسن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ديفيد كاميرون قال أمس من أن بريطانيا تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وليس فقط اعتراف ذاتي وإنما تنقل هذا الاعتراف إلى الأمم المتحدة بحيث يكون أكبر عدد ممكن الدول التي لا تعترف بها تعترف بها كان هذا الموقف بريطانيا أمس وواضح أنهم نسقوه مع الأمريكيين لأن الأمريكيين يخرج اليوم الخارجية الأمريكية تقول متحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول أثرنا مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة ونعارض أي تقليص لمساحة قطاع غزة أرسلنا أبلغنا إسرائيل أننا لا نريدها الاستلاع أو أبلغتنا إسرائيل أنها لا تريد الاستلاع على قطاع غزة نسعى لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمنات أمنية حقية لإسرائيل هناك عدة طرق للوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية ونبحث مجموعة من الخيارات ونناقشها مع حلفاء تتذكرون أنا قبل حوالي أسبوعين قال هذا الكلام بشكل شوية موارب ولكن بنفس المعنى تقريبا قالوا بايدن عندما سئله قال أنه ممكن تقوم دولة فلسطينية بدون جيش وأن هناك دول في الأمم المتحدة ليس لها جيش الحقيقة هم الآن البراجماتية نتاعهم خلتهم يفهموا جيدا أن قيام دولة فلسطينية بمواصفات يضعونهم وبشروط يضعونها هم أحسن من أن تقوم هذه الدولة بعد فترة معينة بإرادة فلسطينية حقيقية مدعومة من بعض الدول المحبة للفلسطينيين وشعوب كثيرة في العالم محبة للفلسطينيين أي أنه يتم إفراغ مفهوم الدولة الفلسطينية من معنى ومكانوا دائما يفرغون هذا المحتوى لأن حديث الدولة الفلسطينية هذا سيتردد منذ أوصله 93 لكنهم الآن يتحدثون عليه أكثر فأكثر لماذا يتحدثون عليه أكثر فأكثر؟ أولا لصمود أهل غزة ثانيا لصمود الأسطوري للمقاومة التي لم يستطعوا القضاء عليها بعد 116 يوم اليوم خرجت فيديوهات كثيرة جدا للمقاومة تظهر ضراوة المعارك وبسالة هذه المقاومة الأمر الثالث يرون أن قيام دولة فلسطينية وفق شروطهم خاصة في هذه الظروف لأن أيضا هم لا يضمنون بعد سنوات كيف ستتغير الأمور على الساحة الدولية أو حتى على الصحة العربية مع احتمالات سقوط لأنظمة موالية وتابعة لهم خاصة نظام السيسي فالحديث الآن وكأنه يفرغ غضب الشعوب شعوبنا أو شعوب الغرب شعوب العالم عموما من محتوى وأيضا أن تقوم دولة فلسطينية ضمن ميليشيا بالحقيقة موسعة ولكن تسمى الدولة الفلسطينية بدل ما تسمى السلطة الفلسطينية فهذا يرون أنه قد يكون مفيد والحقيقة أنهم يرون أن دولة مثل مصر عندها مليون مسلح في الجيش وحده نهيك عن مئات الألاف الآخرين اللي يشتغلونهم قبرجية وشرطة وإلى آخرهم ماذا تقوم مصر اليوم؟ تقوم بأسوأ دور ممكن أن نتصوره لدولة مثل مصر عبر التاريخ ماذا تقوم السعودية اللي هي أغنى دولة في العالم الإسلامي؟ من البترول طبعا الحال تقوم بواحد من أقدر الأدوار اللي يمكن تصورها مسلم أن يكون حاكم الأراضي المقدسة يقوم بهذه الأدوار ماذا تقوم دولة المسخة الإمارات؟ أو حتى سليل الجواسيس عبد الله ملك عبد الله كلهم يقومون بحماية الكيان الصهيوني حتى بشار الذي ذبح شعبه وأرضه محتلة الجولان لا يطلق رصاصة واحدة رصاصة واحدة لا يطلقها على الكيان الصهيوني بل سجن مئات الفلسطينيين في السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفين لأن ربما البعض منهم كان يفكر أن يخترق الحدود ويذهب ليقاوي هذه أنظمة وظيفية كلها كما قلنا لكن بعضها أبشع في عمالته وفي خياناته أبشع بكثير فالأمريكيين والغربيين يقولون الإسرائيلي حاول يقنعهم ماذا يضركم بالعكس سينفعكم قيام في الدولة فلسطينية خادمة لكم وهذا سيضعف المقاومة وهذه الدولة انظر ماذا تفعل ميليشيات عباس في الضفاء الغربي ميليشيات عباس هي التي تحمل كيان الصهيوني إلى درجة يخرج وزير الدفاع وهو أحد خبثاء الصهيوني ليقول لسفهاء الصهيوني مثل سموت ريتش وبنغفير وغيرهم أنتم لا تفهمون السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية السلطة الفلسطينية تقدم لنا خدمات أكثر مما تعين الفلسطينيين وانهيار السلطة الفلسطينية إذا لم ندفع لها مالا من ضرائب ضرائب الفلسطينيين سيؤدي إلى أن الكيان الإسرائيلي سيحتاج إلى آلاف ربما عشرات الآلاف من العناصر الإسرائيلية لحفظ الأمن أو قل لممارسة القمع في الضفة الغربية مع ذلك نيتنياهو ومنذ أن وجد على الصحة السياسية الإسرائيلية قبل أكثر من أربعين عام يقول أنه ضد الدولة الفلسطينية وطبعا الآن الحلفاء واللي لديهم شعبية تتصاعد مثل بنغفير وسموت ريتش يقولون ذلك أيضا لأن هؤلاء كما قلت أقرب إلى أنهم صفهاء الآخرين حتى داخل الكيان الإسرائيلي أو داعميهم اللي يقولوها في الغرب هم فهمين بخبث أنك ممكن أن تصنع هذه الدولة على أعينك وأن تضع نظام يخدمك ويخدم الكيان الإسرائيل ونظام السيسي أكبر دليل لكن خوف الكيان الصهيوني دائما هو أن يحدث إذا قامت دولة فلسطينية حتى بعملاء أنه تجي لحظة معينة وأن ينهار النظام اللي يكون قائم فيها مثلما نهار نظام مبارك عندما نهار نظام مبارك كانت دولة صهاينة ودعمها في أشد الظروف عصبية وقلقا ونتبعت آنذاك في 2012-2012 كيف كانوا يخرجوا أحياناً ويصرحوا قلقين جداً من ربع الشعوب أو الربع العربي كما يسمى قلقين جداً 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 منه وبالفعل آمروا وتواطعوا وتعاونوا مع الإمارات والسعودية ومن وراءهم بعض الجهات الغربية وأسقطوا النظام في مصر النظام الشعبي الذي جاء عقب الثورات أو انتفاضة 2011 لمرة الأسبوع لها منذ أسبوع مرت تقريباً قبل ستة أيام مرت الذكرى الثالثة عشر وأعادوا سياغة الموضوع كلية وجاءوا بأسوأ من الكنز الاستراتيجي السادق مبارك جاءوا بأحد أكثر حكام مصر عبر التاريخ إلا مش هو أكثرهم أكيد هو أكبرهم وأكثرهم وأقدرهم في خدمة السعينة طبعاً مصر تمر بظروف عصيبة جداً هذه الأيام ونحن لسنا بعيدين على ثورة جياء هائلة فيها ربما هذا كاش نهار تكلم عليه نعود نرجع له لأن هناك تطورات كثيرة في مصر هذه الأيام والجوع يأكل الملايين من المصريين ملايين من المصريين يعيشون حالة سيئة جداً 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 يعني ليست بعيدة كثيراً عن الفلسطينيين لكن الفلسطينيين على الأقل يقاوموا وعارفين أنهم يدفعون ثمن المقاومة المصريين اليوم اللي يرى الأسعار ترتفع عندهم بشكل رهيب أكثر حتى من عندنا في الجزائر بكثير للأسف توقفوا عن المقاومة فإذا بهم يدفعون ثمن رهيب إذن الولايات المتحدة تتحدث على إمكانية أن تعترف بدولة فلسطينية وأن يكون هذا الاعتراف الآن ربما مباشرة بعد نهاية الحرب وسبقتها في الحديث الرسمي عن ذلك بريطانيا وزير خارجيتها وستتبع ذلك دول أوروبية كثيرة كثيرين يعرفون ويفهمون أن قيام دولة فلسطينية ووضع سلطة مثل سلطة عباس أو سلطة السيسي أو سلطة الجنرالات لدينا أو سلطة بن زايد أو هي في خدمة الكيان الصهيوني لكن الجناح المتطرف جدا داخل هذا الكيان لا يقبل بذلك